السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد تخياله يكون فيه إمام جامع بيصلي الوقت بوقته وبيدي دروس في تحفيزه القرآن في المسجد وكل الناس بتحترم وتقدره وفي الآخر يطلع شيطان بمية وش شيطان بيمارس أمور السحر والشعوزة والأدهى من كل ده أنه بيخطف الأولاد الصغيرين وقاتل بدم بارد قصتنا اليهاردة هي قصة حقيقية حصلت في الجزائر سنة 2003 وقتها القصة دي عملت ضجة كبيرة جدا في الجزائر وكانت حديث كل الناس وزي ما انتو عارفين أنا مش بعمل قصص عربي خالص لكن القصة دي تحديدا فيه متابع عزيز جدا دايما في التعليقات بيطلبها فأنا قارتها وعجبتني ولاقيت إن هو فعلا عنده حق يطلبها لأن القصة قوية جدا ولأن أنا مش بعمل قصص عربي لأسباب كتير فأنا المرة دي استعانت بكاتب ودي تعتبر أول مرة في حياتي حد يكتب لي بس طبعا أنا عدلت شوية حاجات عشان أعرف أقولها بطريتي المهم هحطو لكم مصادر اللي هو استخدمها وضروري ضروري تقولولي رأيكم في نوعية القصة دي يعني يمكن أعملها تاني وأحب استغل الفرصة دي وأهدي تحية خاصة جدا لأهل الجزائر تحية لبلد الأحرار بلد المليون شهيد وخلينا نبدأ في قضية النهاردة القصة بتبتدي سنة 2003 في الجزائر قدام مدرية أمن مدينة الجلفة يوم هولد عنده 14 سنة رح يتكلم مع عسكري واقف قدام مدرية الأمن الولد قال للعسكري أنا والدي خلص على أخيك كبير وأمي ودفنهم في جراش البيت فالعسكري ضحك وافتكر أن الولد بيهزر معاه فطبطب على الولد وقال له أنت ابن مين فالولد قال له أنا ابن بشير إمام الجامع فالعسكري قال له يا ابن استحالة يكون أبوك إمام جامع المنطقة ويعمل اللي أنت بتقوله ده وقال له روح بيتك وسيبني شوف شغلي فالولد ميشي وروح البيت لأخته كبيرة وقال لها أن العسكري ما صدقهوش فأخته كبيرة رحت للعسكري وحكيت له نفس الكلام إلا أخوها من شوية حكاهوله وهنا العسكري قلق وخاف يكون كلام الولاد ده صح فدخلها عند الزابط وهي واخوها حكوله الحكاية وهنا اتفتح التحقيق في قضية من أبشع وقارب القضايا في الجزائر كلها لكن عشان نعرف الحكاية بالتفصيل لازم نعرف القصة من أول ما ابتدت القصة بدايتها بيرجع لسنة 1994 في الجزائر مدينة الجلفة في يوم كان فيه طفل صغير عنده سنتين اسمه صدام خرج مع أخواته كبار في الشارع عشان يلعب معاهم ولكن واخواته مجهولين وملهيين في لعبة كورة ظهر بشير إمام الجامعة بالأفطان الأبيض والسبحة وبدأ يقرب واحدة واحدة من صدام وقعد يهزر معاه وطلع من جيبه شوية حلويات وطبعا دي كانت حيلة خبيثة منه خلت صدام اللي ماكملش لسه ثلاث سنين بكل براءة يجري عليه علشان ياخد الحلويات فالإمام أخده ومشي من غير ما حد ياخد باله وكل ده حصل في وضح النهار وأخواته اللي أكبر منه بيلعبوا ومش وغدين بالهم إن أخوهم صغير اتخطف ومن هنا حياة صدام اتغيرت للأبد وبدأت حكايته المأساوية بشير كان إمام الجامعة زي ما كان ظهر للناس كلها وكان في الخمسينات من عمره وبدأنا طويلة وكان بيحب يدي نصايح للناس وجاوز مرتين المرة الأولى ما خلفش منها وفي المرة التانية ما خلفش برضه فاحتمال يكون ده السبب اللي خلاه يخطف صدام إنه هو مش بيخلف المهم لما يومها بشير روح البيت ومعه صدام مرته لما شافته داخل عليها بالولد وعرفت إنه هو خطفه دخلت معاه في زعيق وخناء وإنه طبعا ما ينفعش يخطف ولد لكن بشير مهتمش أبدا لكلامها وسكتها ومد إيده عليها وخلاها تاخد الولد غصبا عنها ومن أول ما صدام دخل بيت الإمام فضل يعيط وينادي على أمه لمدة شهر بحاله وطبعا كل مرة الولد يعيط بشير على طول كان بيمدي إيده عليه لحد ما الولد تعب وبطل عياط من كتر الضرب وطبعا أهل الولد كانوا بيدوروا عليه في كل مكان ومش لقينه في أي حتة المهم بعد مرور ثلاث سنين صدام كبر وغيروله اسمه وبقى اسمه حميدة وطول الوقت ده بشير ما كانش بيخرجوا بره البيت أبدا ولا كان بيخليه يلعب مع أي حد بره وفهموا إن البيت اللي كان زمان عايش فيه كان بيت جدته وكان قاعد عندها تاخد بالها منه لحد ما أبوه وأمه الحقيقين ييجوا من الصفر المهم صدام أو خلينا نقول حميدة زي ما سموه اتربى مع أخواته في بيت بشير بس زي ما قولنا بشير ما بيخلفش فواضح جدا إن حميدة مش هو الوحيد اللي اتخطف الإمام كان عنده ولد كبير اسمه عبدالقادر وبنته وصنية اسمها زينة فكان في بعض الناس بيقولوا إن عبدالقادر ده هو ابنه الحقيقي الوحيد ولكن في الأغلب زينة وعبدالقادر دول برضو مخطفين زي صدام لأن الإمام ما كانش بيخلف المهم حميدة ربا تربية قاسية جدا ولو حكت لكم بالتفصيل الفيديو هياخد علامة حمرة وصفرة وكل الألوان بس باختصار كده كان بيتعامل معاه بمنتهى العنف وكان كمان مش بيخرجه أبدا من البيت ولكن لما تم الست سنين بشير قرر إن هو يخرجه مع إخواته بس كان مطول له شعره وحطط له توك وملبسه زي البنات وقال له لو عايز تخرج تاني لازم تلبس وتتصرف على إنك بنت كمان إخواته كانوا بيروح المدرسة ولكن هو ما كانش بيروح وده لإن بشير رفض إن هو يعلمه وأعاده في البيت الكرسة كمان إن بشير اللي عامل نفسه إمام جامع ووعز كان بيسرح الولاد في منطقة بعيدة عن منطقتهم علشان يشحته ويجيبوله فلوس آخر اليوم والكلام ده طبعا كان بيحصل غزبا عنهم ولو حد من الولاد التلاتة قرر إن هو يعصى كلام بشير كان بياخده على السطح فوق ويديله علقة محترمة جدا وفي يوم عبدالقادر الإبن الكبير قال لحميدة إن هو مش أخوهم وإن هو مخطوف وإن دي مش عيلته بس طبعا علشان حميدة كان صغير كان لسه ماكملش سبع سنين فما صدقش كلام عبدالقادر وضحك وبتمر الأيام ومرات الإمام بشير تحمل وطبعا بشير لما عارف إن هي حامل اتعصب جدا وسألها هو الولد اللي في بطنك ده يبقى ابن مين فمراته قالت له ده ابنك لكن هو ما صدقهاش وكل مرة يسألها نفس السؤال ترد عليه بنفس الإجابة وتقول الولد ده يبقى ابنك وفي الحقيقة زهرة مرات بشير ما كانتش بتخرج من البيت أبدا وكانت طول الوقت محبوسة جوه البيت وبتتعامل بأسوأ الطرق زيها زي الولاد يعني أغلب الظن إن الولد ده يبقى ابنه لكن غالبا الشاك كان واكل قلبه وفي يوم زهرة كانت وقفة بتنشر الهدوم على السطح وفجأة بشير جيه من وراها ولف وطعانها في بطنها أكتر من مرة لحد ما ظهر فرقت الحياة بعدها جرها من إيديها لحد تحت في الجراش وحفر حفرة كبيرة ودفنها فيها وبعدها حط قبل كاشا خشب فوق الحفرة علشان ما حدش يحس إن في حاجة غلط في الأرض لكن اللي بشير ما كانش يعرفه ولا واخد باله منه إن ابنه عبدالقادر شاف كل الحاجات دي من بعيد وعرف إن أبوه مش بس خاطف وساحر ده كمان قاتل المهم عشان مشير يقنع الأولاد باختفاء أمهم قالوهم إنها رحت المستشفى وكانت تعبنة جدا فالدكاترة صفروها تتعالج برة ولكن الكتبة الخايبة دي ما دخلتش على حد وفضل حميدة وزينة كل يوم يسألوا عن مامتهم بس كل مرة بيسألوا عليها كان بيعاقبهم ويربطهم فوق على السطح في الشتاء في عيز الساعة ويسيبهم باليومين والتلاتة من غير لأكل ولا مية لحد ما زهقوا وسيكته وما بقوش يسألوا عنها نهائيا أما بقى عبدالقادر اللي عارف الحقيقة كلها واللي حصل لمامته فما كانش بيتكلم خالص وعمل نفسه إن هو مقتنع بكلام أبوه وسكت وما تكلمش ولكن بعد كام شهر عبدالقادر كان حاسس بالزنب إن هو معرفش يعمل حاجة لمامته فجاب حميدة وقال له إن بشير قتل ظهر أمهم وقال له إن هو دفنها في الجراش حميدة ساعتها كان عنده سبع سنين بس أما عبدالقادر فكان عنده سبعتاشر سنة فلما عبدالقادر قال لي حميدة الخبر حميدة كان مصدوم ومش مصدق نفسه ولأنه كان صغير فمعرفش يعمل أي حاجة غير إن هو بس يعيط وبعدها قال له عبدالقادر أنت أكيد بتكذب علي وعامل في مقلب ماما سفرت علشان عندها مرض بسبب الحمل وهترجع البيت لما تخف وسابه ومشي ولما كبر عبدالقادر شوية وتم العشرين سنة قال له أبوه يبطل استغلال زينة وحميدة في الشحاتة والتسول وإن هو لو عمل كده وخلاهم يبطلوا الشحاتة هيشتغل ويجيب له فلوس بدلهم ولكن طبعا بشير ما هجبوش كلامه وبدأ يزعق له وأول ما رفع إيده على عبدالقادر عبدالقادر قال له أنا عارف إن أنت قتلت زهرة وشفتك وأنت بتدفنها في الجراش وعارف كمان إن أنت خطفت حميدة من أهله فالأحسن إن أنت تسمع كل كلمة هقولها لك تسمعها وتنفذها وإن لها بلغ عليك ولإن عبدالقادر كان لسه مراهق وصغير ففضل يساوم بشير على حاجات كتير زي مثلا إن هو يدي له فلوس أو إن هو يجيب له لبس أو حتى إن هو يعامل حميدة وزينة كويس لكن طبعا بشير مش هيسيبه يساومه بالشكل ده فقعد يفكر لغاية ما جات في دماغه فكرة شيطانية فبشير قال لعبدالقادر إن هو هيصفره فرنسا بس بشرط واحد إن عبدالقادر يقعد في البيت أسبوعين تلاتة ما يخرجش منه أبدا بحجة إن هو يعني هيزبط له التأشيرة والفلوس بتاعت الطيارة فعبدالقادر عجبته الفكرة جدا وقتنع بيها مش عشان إن هو كان بس نفسه يسافر لكن كمان عشان هو زهق من كتر التفكير والإحساس بالزنب بعد ما شاف والدته واللي حصل فيها قدام عنيه ومعرفش يعملها أي حاجة المهم عبدالقادر وافق وفعلا قعد في البيت ومطلعش منه أبدا وفي نفس الوقت أبو قال لكل الجيران إن عبدالقادر سافر فرنسا وطبعا بشير كان مفاهم عبدالقادر إن هو هيقعد أسبوعين ثلاثة بس لحد ما يخلص له إجراءات السفر ولكن الأسبوعين ثلاثة بقوا شهر وشهرين وتلاتة وهنا عبدالقادر بدأ يتضايق وبقى بيتخانق مع أبوه كل يوم لحد ما في يوم بشير إدى فلوس لإحميده وزينا وقال لهم روحوا اشتروا حاجات واستنوا قدام السوبر ماركت لما جالكم فالولاد خرجوا من البيت وعبدالقادر كان واقف في الصلاة وهو ولا على باله باللي أبوه عايز يعملوا فيه بشير بالراحة اتسحب من وراء ظهر عبدالقادر وخبطوا على راسه بأداة حدة أكتر من مرة ومع الأسف عبدالقادر فارق الحياة بعدها بشير جروا من إيديه ودفنوا في نفس المكان اللي دفن فيه أمه ظهرة وفي عز ما بشير كان بينظف البيت عشان يخفي قصر اللي عمله ولاده زينا وإحميدة رجعوا البيت فلاحظوا إن بشير كان متوتر جدا وكان عمال يزعق ومتعصب عليهم فهما سألوا عن عبدالقادر راح فين لأنهم مش لقينه في البيت فقال لهم برضو على كتبة خيبة جدا وهي إن أمهم جات البيت وهم بر وأخذت عبدالقادر وسافروا هما لاتنين فرنسا وإدالهم ورقة محضرها وكاتبها من اليوم اللي قبله المفروض إن الورقة دي رسالة من أمهم بس حميدة اللي بقى عنده دلوقتي 14 سنة وأخته اللي عندها 16 سنة ما كانوش مصدقين كلامه واللي أكد إحساسهم ده إن حميدة وزينا وهم رايحين لغرفتهم لو أصار دم في الطرقة وعلى السلم بتاع البيت فحميدة رجع تاني وسأل بشير هو إيه الدم ده؟ فبشير قال له لا ما تاخدش في بالك ده أنا بس دبحت فرختين بمناسبة إن أمكم جات البيت لكن في نفس اليوم بالليل زينا لقيت هدوم أخوها عبدالقادر متعلقة في السطح وعليها أصار دم ولما زينا سألت بشير عن الدم ده قال لها إن عبدالقادر كان بيساعده في تقطيع الفرختين لكن كلامه ما كانش منطقي أبدا فزينا وحميدة شكوا أكتر فيه وقرروا إنهم يرقبوه وبعد ما رقبوه لمدة كم يوم عارفوا إنه كل يوم بالليل بعد ما هم بيناموا ويقفل عليهم الغرف بتاعتهم كل يوم بتجيلوا ستات بحج التفسير الرؤية والأحلام ولكن الحقيقة إنه هو كان بيعلمهم أعمال وسحر وشعوازة وعارفوا إنه عنده كتب كتير للسحر والتعويز ودي كانت أول صدمة حقيقية يشوفوها بعنيهم ويكتشفوها عن أبوهم إمام الجامع اللي بيخطب كل يوم الجمعة وبيدي دروس دين وبيحفظ قرآن وبيتكلم بقال الله وقال الرسول وفي الآخر يطلع ساحر ومشعوز المهم تاني يوم حميدة واجه بشير باللي هو عرفه ولكن طبعا بشير عمل في حميدة اللي مايتعملش ربطوا بالحبل فوق في السطح واقعدوا من غير أكل ولا شرب لمدة يومين ولما زينة أخته طلعت له أكله شرب أبوها شافها وهي طلعة فربطها معاه وإدالها هي كمان علقة سخنة المهم بعد فترة زينة وصدام رجعوا يرقبوا بشير من تاني ويقروا الكتب اللي مخبيها علشان يعرفوا إيه حكاية الكتب دي فاكتشفوا إنها كتب سحر وتعويز فتقريبا كده زينة وحميدة ما كانوش يعرفوا في الأول لما أروا الكتب إن الكتب دي كتب سحر لأنهم بعد ما أرواها كانوا بيشوفوا كوابيس مرعبة وحسوا بدوخة وأعراض غريبة طبعا أنا معرفش هل دي كانت مجرد صدفة ولا الموضوع كان بجد إنهم حصلت لهم الأعراض دي بعد ما أروا الكتب المهم بعد الموقف ده بيومين حميدة كان نايم على كنب في الصالة وصحي بالصدفة فلقى أبوه بيكتب رسالة وحطاها تحت الباب فتاني يوم حميدة راح يشوف الرسالة دي فاكتشف إنها المفروض إنها جاية من ممط ودي كانت الصدمة التانية للأولاد إن بشير هو اللي بيكتب الرسائل دي مش أمهم وهنا حميدة افتكر كلام أخوه الكبير عبدالقادر إن بشير قتل أمهم زهرة ودفنها في الجراش فحميدة قرر إن هو ينزل الجراش ويكسر القفل اللي عليه لما دخل بدأ يشيل الأبلكاشة اللي على الأرض وهو بيشيلها شم ريحة في منتهى الفضاعة ولما شالها خالص شاف صوابع أخوه وبقايا رفات من جسم والدته طبعا لكم أن تتخيلوا إحساسه وقتها كان عامل إزاي بعد المشهد الصعب ده المهم حميدة قفل الأبلكاشة وخرج من الجراش وحط إفل جديد زي اللي كان موجود وقتها حميدة حكى الأخت اللي هو شافه وكان حاسس باليأس والحزن الشديد على مامته وأخوه فطلع فوقه في السطح وكان عايز ينط من فوق الصور ولكن لستر ربنا أنه قبل ما يعمل كده بثواني أخته دخلت عليه وهدته ورجعته لصوابه مرة تانية وبدأوا يفكروا هما الاتنين يعملوا إيه في المصيبة دي هل يهربوا من البيت ويمشوا ولا يقولوا لحد من قريبهم لكن المشكلة أن هما بعد كل اللي شافوا ده ما بقاش عندهم ثقة في أي حد إذا كان أبوهم إمام الجامع اللي بيئم بالناس طلع بالشكل الفضيع ده فإزاي هيسقوا في أي حد المهم وهم وقفين على السطح بفكروا كان فيه في وش البيت مديرية أمن الجلفة فالولد فكر أنه يروح للمديرية ويقول لهم على اللي حصل وبالفعل راح وحكى للعسكري لكن العسكري ضحك عليه وما سدهوش لأن كمان حميدة كان متوتر جدا وكان بيتلاجلك في الكلام وهو بيحكي لكن لما زينة أخته راحت وحكت اللي حصل العسكري دخلها للظابط المختص جوا وعلى الرغم من إن الظابط كان شاكك في صحة أقوالها إلا إنه الشهل أصفر ورعش الجسمها وهي بتتكلم خلاه يحس إن كلامها ممكن يكون صح ولأن ساعتها أبوها كان إمام جامع وله مكانته في المدينة فالظابط قرر إنه هو يروح لبشير لوحده ومعاه عسكري واحد بس وبشكل ودي كده يعني يسأله إنه هو يفتش البيت لكن طبعا الظابط لما راح بشير قاعد يزعق فيه وقال لهم إنه هو إمام جامع وراجل دين وإزاي يعملوا معاه كده وخصوصا كمان إن بشير كان له علاقات مع ناس مهمة من اللي بيزروه في الجامع أو من اللي بيدوله تبرعات ولكن الظابط كان زكي وده هو الموقف لما قاله إن ده يعني مجرد إجراء روتيني لأننا في حالة طوارئ وقال له إن الموضوع مش هياخد أكتر من عشر دقيق بس وقاتها بشير عمل نفسه بيكلم مراته وبيقول لها خد العيال ودخلي جوا وقفل الباب عليهم ودخل الظابط والعسكري للبيت فالظابط أول ما دخل البيت طلب يشوف مرات بشير اللي بشير لسا مدخلها جوا فبشير اتعصب جدا عليه وقال له إيه اللي إنت بتقوله ده ده عرض وشرف ومستحيل حد يطلب الطلب ده مني وبسبب عصبية بشير إزاي ده خاصة إنه هو برا البيت بيبقى هادي جدا ووديع وبيتكلم بالراحة كده وابن ناس يعني فالظابط شك أكتر فيه يعني ما أحدش هتعصب قوي كده إلا إذا كان مخب بحاجة المهم الزابط طلعه لورقة فيها أمر رسمي بتفتش البيت ففتش البيت وطبعا ملقاش مرات بشير وهنا الزابط اتواصل مع المدرية اللي كانت أصلا في وش البيت وبعتوله قوة دعم وفتشوا البيت حتة حتة والأولاد قالوا للزابط يفتشوا في الجراش فالظابط أخذ بشير اللي كان عمال يزعق ويقول لهم أنتوا بتعملوا إيه في البيت وخلاه يفتح لهم الجراش وأول ما فتحه الزابط دخل وعلى طول شم ريحة فضيعة جدا جدا ريحة رجال الشرطة عارفين مصدرها إيه وهنا اتأكدوا أن كلام البنت كان صح فالظابط بص على الأرض علشان يشوف لو فيه أي أثار لحفرة فشاف القبلكاشة وشالها ولقى تحتها رفات سيدة حامل وهي زهرة وكمان رفات عبدالقادر وتم القبض على بشير إمام الجامع وحميدة وزينة راحوا يعودوا عن دخالة مامتهم أو اللي كانوا مفكرينها مامتهم والجرين في المنطقة قرروا أنهم يعملوا عزة لأمهم والأخوهم وهنا بقى سبحان الله حصلت معجزة وصدفة غريبة جدا جدا لأن بسبب العزة ده ربنا أراد أن حميدة يلاقي أهله ويرجع لهم ويرجع لإسم الحقيقي صدام في العزة أخته الحقيقية شافته وأول ما شافته وشافت الشبه الكبير اللي ما بينه وما بينه حاست إن ده ممكن يكون أخوها اللي اتخطف من 12 سنة وراحت تجري تقول لعيلتها فولدتها بسرعة راحت علشان تتأكد فلاقيت إن الولد فعلا فيه شبه كبير جدا من أخته فالأم عارفة إن ابنها عنده علامة سودة في بطنه فرفعت هدومه وفعلا العلامة كانت موجودة فطبعا مامته كانت مش مصدقة نفسها وفرحت جدا وعملوله تحليل الحمض النووي علشان يتأكدوا إن هو فعلا ابنهم صدام وطبعا طلع إن هو صدام وأخيرا بعد كل السنين دي رجع صدام لأهله الحقيقيين بعد كتبة عاشها أكتر من 12 سنة في بيت الإمام المجرم أما عن الإمام فاتوفى في السجن بعد أزمة قلبية يوم واحد بس قبل محاكمته واللي كان هياخد فيها حكم بالإعدام ولغاية دلوقتي زينة لسه على علاقة طيبة بصدام وتجوزت في بيت جنب صدام لكن في الحقيقة القصة دي فيها أجزاء ملهاش إجابة زي مثلا هل زينة كانت مخطوفة ولا كانت بنته الحقيقية وهل برضو عبدالقادر كان ابنه ولا كان مخطوف هو كمان طبعا القصة دي فيها عبرة ودرس مهم جدا وهي إن مع الأسف أصبح دلوقتي ماينفعش تخلي أولادك ينزلوا يلعبوا في الشارع من غير ما يكون في حد كبير واخد باله كويس منهم لأن مع الأسف الدنيا ما بقاش فيها أمان وما تنسوش تقولولي رأيكم في قضية النهاردة وضروري تقولولي رأيكم في محتوى القضايا العربي وأشوفكم على خير في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة